السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو الخاص بترخيص وزارة الصحة بشكل استعجالي للقاح السينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد وبعد توصل اليوم المغرب بالدفعة الأولى الخاصة باللقاح البريطاني أسترازينيكا الهندي صنع من جمهورية الهند وسيتوصل بالدفعة الأولى من اللقاح السينوفارم كما جاء في بلاغ سابق يوم الأربعة السابق وعشرين يناير سنة 2021 من جمهورية الصين الشعبية إنعقد يومه الجمعة الثاني والعشرين يناير سنة 2021 اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبد في ملفات الترخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا المستجد سارس كوف دو ويندرج هذا الاجتماع في إطار استكمال تقييم الملف التقني للقاح السينوفارم الصيني الذي باشرته اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية واستنادا أيضا إلى المعطيات العلمية والتقنية التي تقدم بها المختبر الصيني للجنة الوطنية الاستشارية وبعد دراسة وافتح مجموعة هذه المعطيات العلمية والتقنية كما جاء في هذا البلاغ الصحفي خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية بالإجماع إلى مطابقة لقاح السينوفارم الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة وبالتالي يكون هذا اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفعالية والسلامة وخلوه من أي تضرار جانبية محتملة الشيء الذي يمكن مختبر سينوفارم الصيني من الحصول على ترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدة سلاحيته 12 شهرا وفي بلاغ سابق أكد المغرب بشكل رسمي توصوله بأول لفع من اللقاح ضد كوفيد-19 الخاصة بشركة أسترازينيكا البريطانية وهو صنع هندي ولذلك جلابه المغرب من الهند هذا الزوال حيث ستتم إعطاء الانطلاق الرسمي لعملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع المقبل وستهم هذه العملية الوطنية التي ستتم بصفة تدريجية الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عضل للإصابة بمرض كوفيد-19 ومضاعفاته وهم يكون هذا اللقاح بالطبع المستهدفة للناس التي لديهم فئة عمرية أكثر من 40 سنة خصوصا مهني الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق والسلطات العمومية والجيش الملكي وكذا نساء ورجال التعليم تداء من 45 سنة نساء ورجال الجيش الملكي وأيضا رجال ونساء التعليم تداء من 45 سنة بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق كما ستشمل هذه العملية في المرحلة الأولية المناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 يعني ستبدأ بالمناطق المعروفة بارتفاع الحالات كمدينة الضار بيضاء مثلا وتؤكد وزارة الصحة ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحتلاثية بوضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية ومن جهة أخرى كما أكد البلاغ فإن وزارة الصحة ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح من خلال وصلات تحسيسية تلفزية وإداعية وإلكترونية سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزية والإداعية وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية www.lickachcorona.mo وفي نهاية الفيديو أقول حافظكم الله ورعاكم تحية لكم وإلى اللقاء